بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد بن سعود الحليب وإن شاء الله سنعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق عينة متحجرة ترجع إلى فصيلة من فصائل الأسفنجيات البحرية وأيضا ترجع إلى مخلوقات تعيش في سرلنكا طبعا هذه العينات أخذتها من سرلنكا في رحلة بحثية مثل ما تلاحظون هذه العينات طبعا متحجرة حصل لها استبدال للخلايا ذرات المعادن الجارية أو المعادن المتواجدة في البحار مثل ما تلاحظون هذا شكلها عمرها لا يقل عن يعني ثمانين ألف سنة من أجمل العينات التي درستها يعني اكتشفت أنواع من يعني الطفيليات والميكروبات المتواجدة فيها طالبا يعني تحصل ميكروبات وطفيليات وأحياء دقيقة أخرى داخل العينة يعني يجب أنك يعني تستغلها من جميع النواحي وطبعا هذه العينة من العينات النادرة جدا وكلنا نعرف أن سفنج البحر تقديته عبارة عن سحب نسبة كبيرة جدا من المياه ومحاولة معالجتها ثم أخذ الفتاة أو النقطة البسيطة الحيوية متواجدة في المياه من مواد عضوية وتحويلها إلى نوع من أنواع الاستفادة التقدوية مثل ما تلاحظون أنا أدعو يعني الباحثين من عشاقة يعني دراسة الحفريات المتحجرة بدراسة مخلوقات البحرية المتحجرة لأننا راح تلقون بنسبة كبيرة جدا مخلوقات بحرية متحجرة وأيضا ممكن يعني تلقون يعني عظام دينصراته ومخلوقات بحرية ترجع إلى أنواع من الثديات مثلا أو الزواحف أو أخرى من المخلوقات الأخرى المهمة جدا من قارضة نادرة ممكن تبيعونها بألاف يعني مبالغ على حسب سعر العينة وندرتها يعني إلى هنا انتهى الدكتور كان معكم الدكتور خالد بن السعود الحليبي وإن شاء الله نشوفكم بترس قادم ترجمة نانسي قنقر